مفيش أجمل ولا أحلى من أننا نبقى بنتكلم عن فعاليات حقيقية وحقيقية بمعنى أنه حاجة حصلت بجد وحاجة ليها تأثير بجد وحاجة لو استمرت يبقى ده تأثير ممتد ومهم جدا العمل المجتمع يصوروا كتير جدا لكن أنا شخصياً كده أفرح جداً بأخبار زي ماراتين زي مسابقات رياضة للشباب زي أي مشاركات جماعية للناس نهيك عن أنها جميلة وعظيمة وراقية وبتشجع الحفاظ على الصحة لكنها في الأساس جزء من الانتماء للبلد أنك تكون جزء من فعاليات حقيقية بتحصل فيه كده بعفوية وبدور مجتمعي حقيقي بيحصل النهاردة انطلق ماراتين القاهرة واللي انطلق من منطقة مصر جديدة ونظمته مصر جديدة ومؤسسة مصر جديدة للتراث بعد أن أطلق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ومحافظ القاهرة اللي هو خالد عبد العال إشارة البدء الماراتين شهد مشاركة حوالي 5000 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية تضمن كمان الماراتين مسافات زي ما حضراتكم عارفين أو اللي مش بيتابع ماراتينس كتير هي بتبقى مسافات على حسب كل واحد بيقدر يجري قد إيه ماراتين لمسافة 21 كيلو و10 كيلو و5 كيلو و2 كيلو وكان فيه سباة 2 كيلو لذوي الهمم حاجة حلوة وجميلة ومبهجة تستحق أن احنا نشوفها ونفرح أنها بتحصل في بلغة بدأنا من فترة طويلة جداً إن الرياضة والجاري أسلوب حياة لكن وصلنا لمرحلة خلاص إحنا الشباب والفئات كلها مجرد ما بنعمل المؤتمر الصحفي أو بنعمل المشروع أونلاين كله بيشترك كله بيجي لكن إحنا المرة دي بنثبت ماراتون اسمه ماراتون القاهرة كيرو ماراتون خلاص بيكون براند بيكون علامة إن هو ماراتون القاهرة الحمد لله النهاردة فيه 21 كيلو فيه 10 كيلو فيه 5 كيلو فيه العائلي وإحنا موجودين في حي مصر جديدة يعني في قلب قلب القاهرة كذا رسالة دايما بنحب نقولها رسالة الصحة والجاري وإن الرياضة أسلوب حيات احنا بننطلق من قلب القاهرة والنهاردة احنا مشارك معانا أكتر من خمس تلاب يعني مشارك في هذا المارسون وده شيء إيجابي جدا مجرد أني يعني وزارة الشباب والرياضة علنت الحقيقة فيه قبال جدا من الشباب على المشاركة في هذا المارسون الكبير اللي هو يعني وصل فيه إلى 21 كيلو وطبعا يعني ده بدل على مؤشر إيجابي جدا جدا على دعم الدولة للرياضة في مصر بقى لي بس سنة بجري فده يعتبر تاني مرة أجري 21 أو ماراثون جريتها مرة قبل كده بس مش في إفنت فده بالنسبالي حاجة كبيرة جيدة تنظيم حاجة زي كده وتجميع الناس دي حاجة حلوة قوي يعني حتى لو حد ما بيحبش الجري بس فكرة إنه تتجمعه مع ناس بتحب الجري وإنه هو ياخد فرصة إنه هو يسمع نفسه وإنه ياخد فرصة إنه هو يجري ويطلع التوقع لجوية دي حاجة جميلة جدا استعداد الماراثون طبعا بيبقى بفترة من قبلها بيبقى تدريب حسب المسافة اللي بنشارك فيها من يعني من مثلا شهرين أبتو ست شهور على حسب الديستنس أول مرة شاك في كايرو ماراثون جيت البيراميت حاف ماراثون أبليكا في ديسمبر اللي فات مراضي أول مرة كايرو ماراثون وجاي من أمريكا أنا شاركت أبليكا الحمد لله شاركت إسكندرية وكفر الشيخ بركة السابع أكتر من ماراثون فرياضة جميلة يعني مهمة جدا لكل إنسان أنه يحافظ على جسمه ويحافظ على نفسه يحافظ على صحيته الفكرة طبعا بتبقى مناسبة جدا للواحد يشوف مستوى وراح فين مع الناس الشديدة في الجاري عموما فبيعرف هو مستوى وبيعرف ينافس وبيبقى فيه روح حلوة في السباق النهاردة فيه أعمار مختلفة فيه أي درجات مختلفة كتيرة بتجري معنا الحاجة الرسالة الثانية إن احنا بنحاول نوعي الناس على موضوع الصحة النفسية إنك إنت تقدر مع الجاري ومع الرياضة ناس كتيرة بتشتكي موضوع الصحة النفسية وإحنا بنحاول إن نبين لهم إن دي حاجة بتساعد جدا على إنك إنت تتحسن صحيتك سواء النفسية أو البدنية حاجة جميلة جدا ويعني الشباب والأسر والناس كلها مع بعضها دي أحلى حاجة إن إحنا كلنا مرتبطين وفيه كمان ناس من بره مشاركين معانا هنا هوت في قلب المرسون اشتركوا في القناة